مع اقتراب انتهاء شهر آب بدأت تحضيرات الأهالي للسنة الدراسية الجديدة من تسجيل وشراء الكتب والقرطاصية وإن كان موعد انطلاق المدارس يأتي على وقع القذائف والصواريخ فأن الإرباك الذي شهده القطاع التربوي العام الفائت شكل بروفا للسنة هذه فقد عدلت وزارة التربية خطتها استنادا إلى تجربتها وتزامنا مع خطة الطوارئ التي وضعتها الحكومة والتي خصصت مدارس لإيواء النازحين في حال شهد الميدان أي تطور لمواجهة أوسعة نحن عم نحضر لبدء العام الدراسي قريبا بصدر تعميم بهذا الخصوص طبعا في عنا حرب جنوب مثل السنة الماضية سكرنا عدد من المهنيات والمدارسة الرسمية والخاصة في شريط الحدود بس المناطق الأخرى بدها تفتح المدرسة اللي بتختارها لجنة الطوارئ نحن مستهددين حتى ولو كان فيها تلميز لاحقا أن نقليها من البوابة الاقتصادية ووسط رفع أصوات الأهالي من فرض رسم أربع مليين وخمسمائة ألف ليرة على تلامذة المدارس الرسمية رد الوزير الأمر إلى تكلفة التشغيل أطيت توجيه للإدارة والمدرة بالاستفاء حتى ولو كان تقصيد أنا بهمني أنه يشعروا الأهالي أنه هني مساهمين في تغطية التكاليف لأنه التكاليف كتير صارت عالي انطلاقة السنة الدراسية الجديدة تشير إلى أنها لن تكون كالأعوام السابقة فهي محكومة بالميدان وتطوراته في ظل أزمة اقتصادية وضعت ضغطا على المدارس الرسمية التي اتجه إليها المواطنون هربا من الأقصات المرتفعة